الحكومة مجددا في عدن بعد غياب طويل وصل اليها رئيس الحكومة احمد بن دغر رفقة العديد من الوزراء ومحافظ عدن المفلحي ومحافظ ابيان ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من مسؤولي الدولة هذه المرة تعود الحكومة بعد تأخر طويل تخلالته توترات سياسية كادت تعصف بالعاصمة المؤقتة فبعد ايقالة الرئيس هادي للمحافظ الزبيدي والوزير هاني بن بريك شهدت عدن توترا سياسيا عقد المشهد بشكل كبير ما ادى الى تدخل اطراف اقليمية لاحتواء الازمة وتخفيف التوتر السياسي في الجنوب بعد اجتماع له مع رئيس الجمهورية صرح بن دغر ان اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة ستتركز حول الايفاء باحتياجات المواطن على مستوى الخدمات والحياة العامة ودفع ما تبقى من مرتبات الجهاز الاداري للدولة ومتابعة تغطية النقص في الطاقة الكهربائية في عدن وحضرموت ستون ميجاوات هي حجم المحطة الكهربائية التي افتتحها بن دغر اليوم والتي ستسهم جزئيا في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء بحاجة الى كهرباء الى ما الى امن الى استقرار الى حرية الى نحن مسلوبين من كل الحقوق لكن الحر الذي واجهه المواطنون في عدن يفوق المحاولات الجزئية لاحتوائه لا سيما وان المواطنين ينتظرون على احر من الجمر وعد رئيس الحكومة بصيف بارد في عدن لهذا العام الوضع سياسي هو الاخر يعيش سخونة في عدن وسط تساؤلات عن مدى التفاهم الحاصل بين الحكومة والمملكة العربية والامارات بعد التوتر الذي ساد خلال الفترة الماضية كل هذه الملفات ستكون اولويات بن دغر خلال الايام القادمة لترتيب البيت الداخلي للشرعية قبل الذهب نحو ملف الخدمات الذي يجب اعتباره اولويات قصوى خصوصا مع بدء ازمة خانقة للمشتقات النفطية خلال اليومين الماضيين الساعات القادمة ومدى استقرار الحكومة في عدن هذه المرة هو ما سيحدد ملامح المشهد في عدن وبقية البلاد بشكل عام اشتركوا في القناة